بحوالي عشرة ملايين لغم مضاد للأفراد والآليات تصنف الصحراء الغربية من بين الدول الأكثر تلغيما في العالم جريمة حصدت أزيدا من خمسة آلاف ضحية رغم محاولات تطهير الأراضي المحتلة من المتفجرات هو ما أكده المشاركون في لقاء نظم إحياءا لليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام السحراويين على هذه الطريق ما زالوا يسيرون بذلوا مجهودات تنظيمية وغيرها للتطهير هذه الأراضي وبالفعل نجحوا أنهم خاصة بعد وقف اطلاق النار أنهم يطهروا مساحات واسعة ولكن بخروج النظام المغربي عن خطة السلام وانتهاكوا لوقف اطلاق النار اتفاقياتها عادت الحرب ورجع أيضا تلوث هذه المناطق بالألغام وبالتالي ضربة في صفر كل المجهودات اللي تم القيام بها بل هذه المرة زادها طائرات المسيرة واستعمالها واستهداف المدنيين لا تزال الألغام الأرضية تحصد أرواح المدنيين خاصة على طول الجدار الرملي الفاصل بين الأراضي المحررة والأراضي المحتلة في ظل مواصلة المحتل المغربي رفضه التوقيع على الاتفاقية الدولية لنزع الألغام والقنابل العنقودية ضاربا بالأعرف الدولية عرض الحائط إذا كانت الجبة القوليساريو قد منعت أي نوع من استعمال الألغام المداد للأفراد ودمرت 20493 لغم بإمكانياتها الخاصة فإن المغرب لا زال من بين ثلاثة دول قليلة لم تنضم إلى معاهدتي أطاوى وأسلو أطاوى لحضر القام وأسلو لحضر القنابل العنقودية ويتمادى المغرب في الرفض والطعم في القوانين الدولية وخاصة اتفاقية ذوي الاحتياجات الخاصة خسائر بشرية وأضرار بيئية وجريمة بحق الأرض والإنسان تخلفها الألغام المزروعة في الصحراء الغربية تبقى وصمة عار في جبين الاحتلال المغربية